بالتالي نحن نقارن المنهج بإقامة العلاقة السيد العبادي منهج بإقامة العلاقة كيفية إدارة هذا الملف العلاقات مبنية على أساس الاحترام المتبادل واحترام الشراكات وكل التفاصيل المتعلقة ما بين هذه البلدان السيد السوداني أيضا يعمل على منهج العلاقة منهج وليس أنه رئيس الوزراء يقيم علاقة شخصية علاقة العراق مع جيرانه هذه تحتاج إلى لغة وتحتاج إلى آلية ومنهج للتعامل نحن نوصل لسيد الكاظم أن يكون العراق وسيط لحل حالة أزمات بين إيران والدول هذا ما نحن سيد الكاظم من نجاح هذا ما ممكن نسمي علاقة لا نستطيع أن نقول أقفق بملفات الداخلية لكن خارجية من هذه الحالة لا لا هذا ما كان الكاظمي أبدا ما مارس هذا الدول وتطوء أي نجاح بعمله وإن كان نجاح ما رح تقوله النجاح ما نجاح على اعتبار المعطيات التي كانت موجودة الكاظمي كان عبارة عن مرسال ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني لا يتعدى دوره هذا الموضوع يعني ساعي بريد أي طبعا رسائل ماذا يريد الإيرانيين أنقلها إلى الأمريكان والأمريكان ما وبالتالي في أول محطة اختبار مع قبول الجانب الإيراني بقضية المفاوضات سيد الكاظمي كان خارج هذا الموضوع وخارج الحسابات اشتركوا في القناة